تعاني الأسواق الأمريكية من نقص حاد في أغذية الرضع وخاصة حليب الأطفال اتجاوزت نسبة نقصه أكثر من 50% في عدد من الولايات بسبب نقص في تنسيق عمليات إيصال المواد المنتجة لمادة الحليب المشكلة الأكبر هي أن عدد المصانع الكبرى لإنتاج الحليب أربعة فقط وقد تم إغلاق جزء كبير منها لفتاة طويلة بعد اكتشاف البكتيريا إضافة إلى ذلك فإن كافة المصانع كانت متوقفة عن العمل لمدة عام بسبب كورونا لذلك لم يكن هناك مخزون في المصانع أو المحلات الكبيرة منذ ستة أشهر بدأت إحدى أكبر الشركات الأمريكية سحب إنتاجها من الأسواق بعد اكتشاف تلوثه بأحد أنواع البكتيريا وهو أمر فاقم من الأزمة ورفع نسبة النقص في بعض أنواع الحليب إلى ثمانين في المئة عندما كان هناك تلوثا بالبكتيريا وجب إيقاف خط الإنتاج ولكن لم يكن على علم أي خط هو الملوث لذلك تم إيقاف كافة الخطوط لفترة طويلة وبالوقت الحالي جزء كبير منها عاد للعمل لكن المشكلة بقيت قائمة لأن الأسواق خالية ست وعشرون ولاية تعاني من نقص حاد في حليب الأطفال ما دفع سكانها إلى طلبه عبر الإنترنت لكن منذ أسبوع بدأت معظم مواقع التسوق عبر الإنترنت بالاعتذار للزبائن عن التسليم بسبب نفاذ الكميات الموجودة لديها النقص الحاد في حليب الأطفال دفع السلطات المحلية للتواصل مع الشركات المصنعة لحثها على زيادة إنتاجها ورغم وعود الشركات بالقيام بذلك إلا أن العديد من الولايات ما زالت تواجه صعوبات في توفيره إيادة جغبير سكاي نيوز عربية واشنطن ترجمة نانسي قنقر